أكد مصدر رفيع المستوى أنه تم إبلغ كافة الأطراف المعنية بأن إسرار إسرائيل على ارتكاب المدابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مصارى التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة وأضف المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة كما أكد المصدر رفيع المستوى بأن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكافة السبل الممكنة كما أضف المصدر أن مصر أكدت موقفها أثابت تجاه عدم التعامل مع معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر